السودان هي شريك لأن احنا بلدين المصاب بلد المنبع هي أسيوبيا وبلدين المصاب بالسودان ثم إحنا طيب ربما أنا كنت الوحيد في مصر الذي هاجم علنا الرئيس السابق للسودان البشير قلت في هذا البرنامج سمعنا لو سمحت ما قلته عن البشير علنا في برنامج في التلفزيون الموقف السوداني للبشير للأسف الشديد الذي أكرمناه ولا يستحق الكرة يعني أعطنا نجمة سيناء أظن وهو لا يستحق هو إخواني ومتأمر على مصر كان يستضيف الإخوان ويصنع الإرهاب ويهرب الأسلحة ويتعاطف أو يتعاون مع تركيا ضدنا وتحالف مع أسيوبيا ضدنا في مسائل كثيرة الكلام كان واضح وفي وجود البشير مش إحنا نستنى لما يروح البشير فنقول ده البشير كان وكان نحن لسنا ممن يعلقونا على الأحداث إحنا في وقته والبشير لسه رئيس والدولة المصرية بتكرمه قلنا أنه لا يستحق هذا التكريم وقلنا أنه إخواني ومتواطئ مع الإخوان ويهرب أسلحة المصر وقلنا أنه متآمر مع أسيوبيا وهذا ثابت إحنا ما منقلفش ولا نتهمه جزافا هذا ثابت أنه كان متآمر على مصر وهو يتفاوض معنا هو متآمر على مصر مع أسيوبيا الوضع الآن أصعب لأنه الحرب الداخلية في سودان بين فريقين من القوات المسلحة السودانية يصعب علينا التفاوض إحنا سنتفاوض وحدنا ونحن لها محدش يقولي السودان طلعت بره التفاوض السودان لم تكن معنا أصلا بالتفاوض رئيس السودان لم يكن شريكا لنا في المفاوضات كان متواطئا مع أسيوبيا علينا فليس غريبا أنه إحنا هنفاوض لوحدنا لا إحنا هندير مش هنتفاوض بس هندير الصراع حول سد النهضة وجودنا المرتبط بالنيل سنديره سواء السودان معنا أو مش معنا طيب كيف سندير المرحلة القادمة وإحنا والسد شغال والسد شغال والملء الرابع شغال رئيس الوزراء الاثيوبي كان في مصر وتم الاتفاق معه على أن يتم التفاوض مرة أخرى لأربع شهور قادمة إذن لازم يكون عندنا بداء الأخرى إيه هي البداء الأخرى اللي إحنا بنقترحها واللي على كل المصريين أن ينشغلوا بهذه القضية لأن القضية توجدهم ليس هناك أهم يا إخوانا ياللي بتوع ما يسمى بالحوار الوطني ليس بتناقشوا 100 قضية 113 قضية و3 محاور و9 لجان ولا 15 لجنة أهم قضية يجب أن تناقش مهما قيل أنه ممنوع النقاش فيها لازم تنتزعوا حقكم وواجبكم أن تناقشوا قضية النيل وقضية سد النهضة مناقشة حضرية علمية محترمة طيب إيه البدائل التي نقترحها نحن والباب مفتوح أمام الجميع وخاصة الأكاديمين والمختصين والخبراء يجب أن نسمعهم لأنه خبير ولأنه الملف ده ملفه لا يمكن نحطه في الخزنة ونقفل عليه ماذا نقترح نحن وعلى الآخرين أن يضيفوا ويقترح إحنا بنقدم اقترحات ما نقترحه نحن نمرت واحد أن نعتبر هذه القضية هي القضية الأولى والأقدر بالرعاية والولاية والمشاركة ولما نقول القضية الأولى يتفرع عنها ويتداع منها قضايا أخرى كثيرة بس دي قضيتنا الأولى عندناش قضية أهم من قضية أن الناس تشرب مية وتسقي زرعها وتعمل مصانعها إلى آخر هذه قضيتنا الأولى لو ما فيش نيل ما فيش مصر ما فيش شعبة مصر فدي قضيتنا الأولى التي يجب أن نهتم بها ونضعها على رأس جدول أعمالنا وننشغل بها أكتر من المئة قضية مئة وتلتاشر قضية وثلاث محاور ومعرفش إيه الأهم هو سد النهضة وهو مية النيل فنمرت واحد أن نرتب أولوياتنا أهم قضية عندنا هي سد النهضة نمرت اتنين قال لا نزيل من على الطاولة كل الخيارات الممكنة وأنا بقول بعيلوا الصوت بما فيها الخيار العسكري حد يقول لي الخيار العسكري هو إحنا دلوقتي وبعد مع السد بقى يعني تبنى الجزء الأوسط منه وتملأ بعشرين مليار متر مكعب وكذا مش عارف إيه هناك خيارات في تحت بند الخيار العسكري خيارات أخرى غير الخيارات الصاخبة بس لا يجب أن يزال وإنت بتفاوض لازم يكون عندك خيارات أخرى لأن الخيار الوحيد يعني أن لا خيار لما تروح بس تفاوض معناها أنك هتخسر المفاوضات سلفا لأن المفاوضات نتيجة لحكتين في السياسة يجب أن لا يهمل السياسة مش علاقات عامة السياسة هي موازين قوة وموازين مصالح حكتين السياسة بتمشي عليهم تقف عليهم برجلين موازين قوة ومصالح وموازين مصالح فنحط كل موازين القوة والمصالح على الطاولة وندير ما تبقى لنا من صراح حول سد النهضة والمبدأ الأساسي الحاكم لدينا ألا نسمح بأي نقص في حصة مصر الأساسية اللي هي 55 مليار متر وكاعة بقول لك إذا عايزين مية بعد ما نكمل السد نبيعها لكم بش أنتم بتبيعوا غازوا وبترول إحنا كمان نبيع لكم مية ونبيع لكم كهرباء علن الكلام ده ليس سر طيب وبالتالي فإحنا وإحنا بندير المصالح بقى يمكن ما نقدرش نعمل ميزان قوة مع قوة عظمة لها علاقة وتأثير مباشر بسد النهضة وأنا أتحدث هنا عن دول عربية دول عربية تساهم على الأقل في دعم هذا النظام عسكريا وماليا لازم نعيد كل توصيف علاقتنا بكل الدول بناء على موقفها معانا ولا مع استمرار أسيوبيا في بناء السد وحربان مصر من حقها ونصبها من مياه نار النيل نتبادل بقى المصالح أنت ليك مصالح عندنا ممكن نزد لك هذه المصالح أو نخصم من مصالحك عندنا إذا تطلب الأمر لأنه ما عندناش قضية أهم أغلب دول الحوض حوض النيل لا تقف معنا وده أحد فنون مش التفاوض إدارة هذا الصراع إدارة هذا الملف إزاي نكسب هذه الدول أو على الأقل نحيدها ونقلل خطرها والدول اللي بتشارك في البناء زي ما أشرنا لها مصالح في مصر علينا أن إحنا نقول بصراحة ممكن نزود لك مصالحك جدا وممكن نخصم من هذه المصالح لأنه كما قلت وأؤكد مرة أخرى لا يوجد شيء أهم بالنسبة لنا من المية يجب أن هذا الاعتبار هو المرشد القائد الموجه لكل عملنا في المرحلة القادمة يجب أن لنا نشغل عن مية النيل وعن سند النهضة بأي قضية أخرى بتشتغل وللموضوعية علينا أن إحنا نقول أن الحكومة تبذل جهدا لتقليل لتقليل الخسارة فبتعمل ما يسمى بالنهر الصناعي بيتكرر مية العادب من المياه وبتبطن الطرع إلى آخره بتحاول يعني تشوف مصادر أخرى وبتعلم الفلاحين طرخ جديدة في الرأي ترجمة نانسي قنقر